ماجستير إدارة الأعمال ستراهن على أن جميع الناجحين قد قرأوا حقاً هذه الكنوز القصيرة والكلاسيكية السبعة سهلة القراءة التي سوف نقوم بعرضها في هذا الفيديو فلنبدأ الكتاب الأول كما يفكر الإنسان لجيمس أران ما الذي يعلمك إياه هذا الكتاب؟ يقع معظم الناس أسرى للاعتقاد الخاطئ بأن حياتهم تخضع لضربات الحظ أو الظروف يوضح لك هذا الكتاب ببساطة أن حياتك هي ما تقوم به وأن الطريقة الوحيدة كي تبدأ نجاحك في الحياة هي أن تكون ناجحاً في عقلك هذا هو أساس النجاح في أي عمل يصنف الكتاب كواحد من أفضل عشرة كتب محفزة كتبت على مر الزمان الاقتباس الأفضل من هذا الكتاب يبدأ الرجل في أن يكون رجلاً حقاً حين يتوقف عن الأنين وصب اللعنات ويبدأ في البحث عن العدالة الخفية التي تنظم حياته وبينما هو يتكيف معقله في هذا النظام عليه أن يتوقف عن اتهام الآخرين بالمأسئولية عن حالته وأن يعيد بناء نفسه عبر أفكار قوية ونبيلة عليه أن يتوقف عن لعن الظروف وبدلاً من ذلك ربما عليه أن يوظفها كوسائل مساعدة لتحقيق النجاح ولإكتشاف القوة والإمكانات الخفية في نفسه الكتاب الثاني أب غني أب فقير لروبرت كيوساكي ما الذي يعلمك إياه هذا الكتاب؟ بالإضافة إلى تعلمك لأساسيات التمويد الشخصي والتي بدونها لن يمكنك تحقيق النجاح فإن هذا الكتاب يشرح لك لماذا يبدو بناء وأمتلاك الأعمال التجارية هو السبيل الأكثر موثوقية للحصول على الثروة إنه يدمر الفكرة السخيفة التي تقول أن الحصول على وظيفة بأجر كبير هي أفضل السبل لتحقيق الأمان المالي كما يعلمك كيف تفكر بعقلية رائد الأعمال الاقتباس الأفضل من هذا الكتاب ينقسم الجنس البشري إلى أغنياء وفقراء إلى أصحاب للأملاك مستغلين لها ومحاولة تجريد شخص ما خارج هذا التقسيم الأساسي وخارج تصنيف الأغنياء وفقراء هو ببساطة محاولة تجريد نفسه من الحقائق الأساسية الكتاب الثالث من حرك قطعة الجبن الخاص به؟ لسبنسر جونسون ما الذي يعلمك إياه هذا الكتاب؟ هناك عدد لا حصر له من الكتب حول ثورات الابتكار وكيف يجب على كل فرد أو شركة التكيف مع هذه الوتيرة المتسارعة للتغيير ومع ذلك فإن أي من هذه الكتب لم يخبرنا بالتحديد وبإجاز وبشكل واضح ما الذي يمكن فعله حيال ذلك؟ الاقتباس الأفضل من هذا الكتاب أي كان ما تخاف منه فهو ليس بذلك السوء الذي تتخيله أن تسمح للمخاوف بأن تتراكم في عقلك هو بالتأكيد أكثر سوءاً من الوضع القائم الكتاب الرابع عناصر الكتاب الناجحة للأعمال لوليام ستينك وإي بي وايت ما الذي يعلمك إياه هذا الكتاب؟ في عصرنا الحالي صارت الرسائل الإلكترونية والنصية والشبكات الاجتماعية عناصر لا غنى عنها في التواصل في مجتمعات الأعمال ولم تكن القدرة على الكتابة بوضوح يوماً ما أكثر أهمية مما هي عليه الآن فبعد قراءة هذا الكتاب ربما عليك أن تكون كاتباً أفضل مما كنت عليه من قبل وأفضل من زملائك الأقل اطلاعاً الاقتباس الأفضل من هذا الكتاب الكتابة الجيدة ينبغي أن تكون موجزة لا ينبغي أن تحتوي الجملة على كلمات غير ضرورية كما لا يجب أن تحتوي الفقرة على جمل غير ضرورية لنفس السبب الذي يجعل الرسم لا ينبغي أن يحتوي على خطوط غير ضرورية أو الآلة على أجزاء غير ضرورية أيضاً وهذا لا يتطلب فقط من الكاتب أن يجعل جمله قصيرة أو أن يتجنب الخوض في التفاصيل ويكتفي بالأطر العامة بل عليه أن يتأكد بأن كل كلمة يعنيها تضيف معناً جديداً ما الذي يعلمك إياه هذا الكتاب؟ إذا كان هناك تعريف نموذجي ومبسط لما تعنيه كلمة المدير الجيد فسوف تجده في هذا الكتاب يحتوي هذا الكتاب على خلاصة الحكمة في إدارة الأعمال كما يرشدك إلى سبيل استخدامها من خلال 12 مكتبة من الحالات الأكاديمية كل مدير وكل من يريد أن يصبح مديراً عليه أن يقرأ هذا الكتاب الإقتباس الأفضل من هذا الكتاب إذا لم يكن بإمكانك أن تقول بالتحديد ما الذي تريده أن يحدث فأنت ليس لديك مشكلة بعد أنت فقط تشكو وجود مشكلة إذا كان هناك فرق بين ما يحدث في الواقع وما كنت ترغب في أن يحدث الكتاب السادس كيف تكذب باستخدام البيانات لدار الهوف؟ ما الذي يعلمك إياه هذا الكتاب؟ لا يمكن لأي عمل في عصرنا الحالي أن يستغني عن وسائل القياس ومع ذلك فإن القياسات تكون سيئة وغير مجدية إذا تمت قراءتها بشكل خاطئ أو فسرت على نحو غير مناسب وغير عادل هذا الكتاب يطلعك على كل الحيل التي يستخدمها الناس للتلاعب بالحقيقة بحيث يتركون انطباعاً خاطئاً الإقتباس الأفضل من هذا الكتاب تبدو اللغة السرية للإحصاءات جذابة جداً في مجتمع تغلب عليه ثقافة التفكير بالحقائق رغم أنه يتم توظيفها للإثارة والتشويش والتطخيم والالتباس لا أحد يستطيع أن ينكر دور الوسائل ومصطلحات الإحصائية في تطوع الأحجام الهائلة من البيانات الاقتصادية والاجتماعية ولكن بدون الكتاب النابيين الأمناء والقراء الوعين فإن النتيجة لن تكون أكثر من هراء دلالي الكتاب السابع والأخير أعظم بائع في العالم لأوغ ماندينو ما الذي يعلمك إياه هذا الكتاب؟ إذا لم تتمكن من ترويج أفكارك أو المنتجات الخاصة بك أو خدماتك فإنك لن تكون ناجحاً في مجال الأعمال التجارية يمكنك قراءة عشرات الكتب حول مهارات البيع لكنهم جميعاً لن ينزلوا بك إلى مستوى الحقائق البسيطة في هذا الكتاب والذي هو بالتأكيد واحداً من أكثر عشرة كتب مبيعاً على مر العصور فهذا الكتاب لم يجعلك فقط أكثر نجاحاً في مجال الأعمال التجارية ولكنه سوف يجعلك أكثر نجاحاً في الحياة كذلك الاقتباس الأفضل من هذا الكتاب سوف أعيش كل يوم على أنه يوم الأخير هذا اليوم هو كل ما أملكه وهذه الساعات هي خلود الأبدي أحيي شروق الشمس مع صيحات الفرح كسجين ينتظر الموت وسأرفع يدي بالشكر على أن وهبتني الحياة يوماً جديداً وسأملأ قلبي بالإمتنان لأني لم أكن من أولئك الذين استقبلوا معنى شمس الأمس بينما غابوا عننا اليوم أنا في الواقع رجل محظوظ ولكن علي أن أتساءل لماذا حضيت بهذا اليوم بينما آخرون ممكنهم أفضل مني قد رحلوا هل أنجزوا رسالتهم في الحياة بينما لم أنجز رسالتي بعد؟ هذه فرصة أخرى لأصير الرجل الذي أود أن أكون إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر